تعددت وتنوعت مراصيم الاحتفال بذكرى الموليد النبوي الشريف عبر سائر أقطار العالم لكن أحياء هذه المناسبة بولاية البويرة لها ميزتها الخاصة حيث تم تنظيم الوزيعة أو كما تسمى بالأمازيغية ثمشرت التي هي عنوان للتلاقي بين الأهل والأحباء والتضامن والتآذر بين سكان المنطقة مثل ما هو الشأن لسكان بلدية تغزوت التي أشرفت جمعية سفاث على ذبح عدد معتبر من العجول وتوزيع لحمها على أزيد من 500 عائلة من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وهذه سنة إن شاء الله حسنة تجمع المجتمع وتجمع بين الأحبة وبين الأخوة والجميع يحضروا للخير ويحضروا يأكلوا كامل لكتبها ربي ويكونوا فرحانين كامل أقول الحمد لله إلمزينا قدي كرين أفغان أذوغال لنا العويذ الجدود زيني سفرحنا طاسا طاس ونكوني سيجيها نغة أيني منزمار نتعاوانيث إن شاء الله هذي سقور بين المناسبة ثمثيقة داقيق إن شاء الله بروشان موعتلي كثار وكا حطر إلقات على المنبل التي تغيوانت انتغازيوث لانت 14 لزاسوسياسيون لزاسوسياسيون هي كتبت تنذين تمشال أذوغال لنا العويذ الجدود لوزعة هي عادة حميدة ورثها السكان أبا عن جد فهي فرصة للتآخي والتسامح خاصة وأن الفرحة في هذا اليوم دقت باب كل بيت لا تفرق بين الغني ولا الفقير مرحبا بالإدنجاني الكرية في نفس روحشيين لانتغازيوث سيدي كل منت مدوعة عرش لقدت لنا نتعاواني ثم نشاهد الكرية للسيليين وتبقى تظاهرة لزيعة من بين الأسباب التي تزيد من اللحم وسط أبناء منطقة القبائل وتساهم في شد نسيجهم الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر